يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة ميساف وكل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هيومي بنكون معاكم كل يوم اتنين وخميس على مدار ساعة ونص من الساعة واحدة لساعة اتنين ونص مساء بساعدنا دايما متابعتكم لينا خلينا نبدأ النهاردة على طول لأول فقراتنا وهنبدأ أول فقرتنا لأننا دايما بنهتم بصحتك أنت وكل أسرتك هنتكلم النهاردة في فقرتنا الأولى عن موضوع بهم كتير من السيدات وخصوصا السيدات الحوامل كتير بنسمع أنه السيدات الحوامل بتعاني من يعني ألم شديد في العمود الفقري إزاي نقدر نعالج ده؟ إزاي نعرف أسباب ده كمان بشكل عام أي سيدة أو بنت بتعاني من يعني التهابات وألم شديدة في العمود الفقري ده اللي هنعرفه النهاردة بشكل تفصيلي من دفلا منورنا في الستوديو النهاردة دكتور جوزيف وجي إسكندر اتشاري جراحات العمود الفقري بألمانيا مسائل فل يا دكتور أهلا بحضرتك معين منورنا هبدأ مع حضرتك في البداية يعني بعيدا عن السيدات الحوامل في الأول نتكلم بشكل عامل إيه اللي ممكن يؤثر على السيدات والبنات بشكل كبير ويخلي العمود الفقري بتاعهم يعني فيه التهابات شديدة إيه اللي ممكن يؤدي إلى ده؟ طبعا فيه أسباب عامة الأول بعيدة عن الألم بتاع العمود الفقري أو بعيدة عن التفاصيل بتاعتها العمود الفقري بتأدي الألم الزهر على سبيل المثال في بعض الأحيان ولاحظنا في فترة الكورونا إن معظم أدوار البرد الموجودة معها ألم أسفل الزهر موجودة يعني معظم الناس لقيت ألم في المفاصل مع ألم أسفل الزهر وده من قبل الكورونا موجود طبعا مع أدوار البرد مع دور روماتايد مع حاجات كتيرة يعني ده بالنسبة للحاجات العامة بالنسبة فيه أحيانا بالنسبة للعمود الفقري طبعا فيه بيتكون من جزء ناحية العدم موجود فيه وناحية الأربطة فلو فيه مشكلة في العدم أو مشكلة في الأربطة أحيانا بتعمل كده على سبيل المثال إن يكون فيه انزلاق غضروفي موجود في القناة العصبية لو فيه موجود مشكلة موجودة فيه تزحصح في الفقرات لو فيه كسر في الفقرات لو فيه بالنسبة للسيدات أو البنات الصغرين بصفة عامة من 12 إلى 18 سنة بنلاقي فيه أحيانا إعوجاج العمود الفقري اللي هو بنسميه السكوليوزيس اللي هو أو التحدب أن الحد يكون بصص لقدام أكتر ده الحاجات العامة يعني وطبعا في السيدات ليهم تركيبة معينة في الحوض وفي العمود الفقري مختلف شوية عن الرجال يعني طب ومنسبة كلامنا يا دكتور عن التواء العمود الفقري بنسمع كده يعني أنه الكعب العالي أو الشوزي العالي بتكون لها تأثير على التواء العمود الفقري ده يعني صحيح لأن فيه سيدات كتير بتكون مضطرة ليعني ظروف عملها نية تلبس طول الوقت كعب عالي ده بيأثر فعلا على العمود الفقري بتاعها؟ هو مش هو السبب للتواء هو بيزود الألم الموجود أثناء المشي لأنه بيبقى غالبا أن الارتفاع وعدم المشي بثبات بيزود الألم لكن هو ما بيبقاش سبب مباشر للعوجاج للعوجاج لأسباب كتيرة أن تلقائية أو أسباب براسية أو أسباب عمليات يعني فيه كذا سبب لكن الكعب العالي يزود الألم اللي ناتج عن المشكلة دي يزود الألم بس لكن فيه بعض الأحيان بنتطر بيبقى بيبقى السيدات بتستخدموا فطبعا يكون طول يكون مناسب بحيث ما يبقاش الألم شديد يعني طب بعيدا عن الالتواء هل ممكن الكعب العالي يسبب ألم في الظهر يعني ده ممكن يحصل؟ بيسبب ألم نتيجة أن معظم الحاجات اللي بيكون كعب العالي بيكون الكعب بتاعها مولوش بطانة رفيع بيبقى رفيع شوية فبيبقى فيه صدمات دايما باستمرار من الأرض للظهر فيعني يبقى حاجة مناسبة ما يبقاش لكن هو حتى في السليم بيعمل الألم لكن مش لازم يعود العوجاج يعني لكن بيسبب الألم طيب إحنا مخصصين فقرتنا يا دكتور النهار ده طبعا لكل السيدات الحوامل اللي بتابعونا خلينا نعرف من حضرتك طبعا من إمتى السيدة الحامل أو في الشهر الكام تحس بألم في الظهر أو تحس إن فيه حاسة إن هي تعبانة من ظهرها هي طبعا نسبة مش قليلة اللي بتشتك في ألم أثناء الحمل دي تقريبا اتنين التلتين الحوامل يعني من كل تلاتة كل تلات ستات حامل اتنين بيشتكوا منهم ودي نسبة كبيرة تقريبا ده شيء طبيعي وعادي إن يبقى فيه الشكوة دي موجودة الكومن أو الأكتر حاجة بيشتكوا منها من الأسبوع الأربعة وعشرين يعني ابتداء من الشهر السادس لكن هذا لا يمنع يعني فيه نسبة برضو من الموجودة اللي هما التلتين اللي قلنا عليهم دول بتشتك في أول تلات شهور اللي هما الاثناشر أسبوع الأولانيين لكن الغالبية بيكون معظم الشكوى ابتداء من الشهر السادس وبتزيد في الشهر السابع والتامن طبعا وتصل أقصاها لسه الشهر التاسع طب في الشهور الأولى ما بيكونش فيه يعني زيادة في الوزن أو إن وزن الجنين أو بطنها كبرت شوية ففي حملة على ظهرها الشهور الأولى دي نتيجة إيه؟ ويكون فيه وجع في الدهر؟ بيبقى لسه فيه بداية التكوين في الأول الوزن مزدش لكن بالنسبة فيه سبب الألم هم حاجتين بيسببوا الألم أول حاجة إن مع التكوين الجنيني وبيبتدي يتكون البطن بتطلع لقدام أثناء الحمل وحتى في البداية قبل ما يبدأ الوزن يزيد وكده البطن بيبقى فيها تطلع لقدام في نفس الوقت الحوض نفسه في تركبته مختلف بيبقى الحوض عريض وواسع لكن بيرجع لورا علشان يتهيأ إن الاستقبال الجنين ويتهيأ الاستقبال الطفل فالحوض نفسه بيرجع لورا البطن طلعت لقدام الحوض رجع لورا بنلاقى التقويسة زادت جدا اللي في الظهر والألم اللي في الظهر ابتدى يزيد بسبب التقويسة اللي زادت ويصل أقصاها في بداية الشهر السادس اللي هي ببداية اللي بتظهر في السادس وتستمر معنا اللي ماشي اللي بطنها لقدام وظهرها مع بوج الورا يعني ده أول بداية ده أول سبب السبب التاني من أول أسبوع من أول شهور الحمل بيبتدي بعد كده في الأسبوع الأولى يبتدي هرمون البروجسترون بيزيد وبيبتدي يطلع أكتر بحيث إنه يهيأ الأربطة ويهيأ العضلات لاستقبال الجنين فعشان بحيث إن الحوض نفسه يبتدي يوسع ويبتدي الحوض يتهيأ مع الأربطة بتكون أكسر مرونة وليونة فبتفقد بتفقد القوة اللي كانت موجودة فيها علشان تبقى مارينة وسلسة ودي بتبقى لها استعدادات من أول الحمل الجسمي بيبتدي يستعدي لها عشان كده بنلاقي في الأسبوع الأولى أول 12 أسبوع أحيانا بنلاقي الألم ده موجود طيب هروح مع حضرتك لنقطة مهمة يعني هل في حاجة ممكن تتبعها السيدة الحامل علشان تتجنب إن هي تتعرض إن هي يكون فيه ألم في الظهر خصوة لو كانت بتشتغل خصوة كمال لو كان عندها يعني أطفال تانية بتغدمهم هي بتقوم بكذا حاجة هل ممكن روتين معين أو يعني فيتامينز إيه اللي ممكن تعمله عشان تتجنب ما يحصل لهاش ألم في الظهر طبعا هو في من ضمن حاجات بسيطة طبعا إن إحنا نعمل تمارين وحاجات عنيفة طبعا دي لا يفضل طبعا أصنع الحامل لكن أبسط شيء لما يكون الألم موجود أو بدايات الألم موجودة هي بتنام على ظهرها وتحاول ترفع رجلها على مخدة عالية بحيث إنها تهدي الأربطة وتهدي الحوط شوية إن هو يهدى لما بترفع رجلها العصاب بتبقى ارتاحت شوية ما تبقاش الشدة نفسها موجودة دي بتقلل لها الألم شوية بقدر الإمكان بحيث إن الشد أو الحجم الموجود اللي هو الضغط ده يقل شوية يبقى متوزع على الحتة اللي هنا يمعليها الثاني حاجة ممكن يبقى مساج بسيط يعني ممكن في البيت حد يعمل لها مساج جوز يعمل لها مساج بسيط كده باستخدام زيت مساج أو بيبي اويل أو أي حاجة زي كده تكون هادية ما تعملش مشكلة على الجلد يعني حاجة تكون نيوترال جدا جدا ما تعملش مشكلة على الجلد فيه طبعا حاجة بسيطة ممكن تتعمل حاجة تكون دافية من السخنة يعني قربة مية دافية دافية جدا ما تبقاش سخنة بحيث إنها ما تنقلش السخونة لجوة لأ تبقى حاجة دافية بدرجة حرارة هادية أو المخدة اللي بتتدفق أقل دفلية تتحط على الظهر من وراء بحيث إنها تقلل الألم شوية طب يعني دي كلها حاجات ممكن نقلل بها الألم هل في حاجة ممكن تعملها من بداية حملها ما يحصلش ألم أو وجع في الظهر أو في فكرات أو في العمود الفقري بشكل عام؟ اللي بيلعبه رياضة طبعا وعارفين تمارين اليوجا تمارين اليوجا من أحسن الحاجات اللي ممكن تتعمل في البداية ولو ابتدت فيها من الأول ودي تحت يعني يبقى طبعا تبص دي موجودة على النت موجودة كتير وتمارين اليوجا مزيتها إن هي مفيش فيها عنف يعني دي من ضمن الحاجات الكويسة وإحنا ثقافتنا كمصريين الرياضة عندنا للحوامل كمان أنت بتعملي إيه لأ أنت ترتاحي خالص وما تقوميش وما تتحركيش وما تتعمليش مجهود يعني يا ثقافة السيدة الحامل عندنا مختلفة شوية دكتور هو طبعا الحركة دي مفيدة علشان العضلات والأربطة تكون قوية لأنها بتضعف أثناء الحملة لكن لو نامت خالص طبعا فيه ناس بتبقى عندها أردر أنها لازم تنام دي لزروف تاني دي ما نقدرش نتكلم فيها لو هي تسبيت حملة أو آه تسبيت حملة ده ما نقدرش نتكلم فيها وطبعا ده مش مجالنا يعني أنا بتكلم عن حاجة الحمل الطبيعي اللي هو ماشي بسهولة طبيعية اليوجا ده مش رياضة ده يعني نوع من أنواع الرياضات اللي هي ده مش رياضة عنيفة خالص ده نوع من أنواع الرياضات الرضحية ده حاجة ريلاكسيشن خالص نسي قاعدة بالزبر ما قاعدة مقرفصة رجلها رفع رجلها لقدام دي طبعا بتفرق كتير خالص دي ممكن نشوفها من على الإنترنت من على الإنترنت كتيرة أو تستشير حد يكون متخصص فيها طب بنشوف كمان يا دكتور أثناء الحمل دايما الرجل السيدة الحامل أو الست الحامل بتكون تخينة أو متضخمة أو ورمة شوية ده بيكون لها تأثير على الفقرات بتاعت العمود الفقري يعني هي تعبانة من ظهرها فبيأثر على رجلها ولا ده ملوش علاقة ده جزء منه طبعا أحيانا بيبقى الرحم طبعا نتيجة الحجم الكبير الرحم والطفل جواه مع الوزد الرحم نزل لتحت جوه الحود ففي الحود موجود مع الأعصاب طبعا بيبقى فيه موجود كمان موجود فيه الأوعية الدموية فالأوعية الدموية الموجودة دي عاملة زي ما تكون مصورة الصرف اللي بتصرف الدم وبتصرف السوائل اللينفوية والدم من الرجل اللي تطلع في القلب والغدد اللينفوية فدي بتكون كمان مضغوطة وبنلاقيها أحيانا ممكن على رجل أكتر من التانية لو الرحم ميل على ناحية لأنه في نسبة كبيرة ببقى مال على ناحية وده اللي بيعمل التورم اللي موجود في الرجل عشان كده احنا قلنا ممكن وهي بعد ما ترجع وخلصت شغلها تنام وترفع رجلها الفوق ده هيريح الظهر وفي نفس الوقت هيخلي الورم أو التورم الموجود في الرجل هيقل شوية طبعا لو زاد زيادة عن اللزوم بتستشير حد يكون أوعية دموية طبعا بالزبط طيب هروح مع حضرتك لسؤال مهم جدا احنا بعد ما السيدة بتولد هل ممكن ألام الظهر وألام العمود الفقري تفضل مستمرة معاهم وتحتاج تدخل جراحي مثلا طبعا الألام اللي هي اللي بتحصل في الفترة الأولينية بعد الحمل دي بنصبر عليها شوية وفترة لغاية ان هي دلوقتي ابتدت الحاجات اللي كانت مجدودة ترجع لوضعها الحوض ابتدى يرجع تاني لوضعه الأربطة العضلات الحاجات دي كلها لكن هي ده لسه ضعيفة فبتحتاج ان هي وقت علشان انها تعمل سابورت تاني للعمود الفقري وانها لو تقدر ترجع تاني بالتدريج للحركة والمشي بيبتدي الألم يقل في حالات طبعا يعني ده أقطع كلام حضرتك ده طبيعي ده طبيعي طبعا انه بعد الولادة بيفضل فيه ألم في الظهر بس تقريبا وقتها قد ايه دكتور يعني ممكن نقول الأربع تلت لست أسابيع الأولى ممكن يكون في بعض الألم موجودة لكن بتقل بالتدريج لكن في بعض الحاجات طبعا يعني لازم ناخد بالنا منها لو الألم كان في ازدياد باستمرار ما تحسنش في خلال هنديله كمان بعد ست أسابيع اسبوعين تانيين شهرين الألم ابتدى يزيد في الرجل زيادة عن اللزوم غير ألم الضهر لو لقدر الله حصل تقل في الرجل وهي ماشية ده ممكن يكون قصة تانية أو لو مشكلة حصلت في البول أو البوراس طبعا ما يكون بعد استبعاد الأجزاء ما كان الولادة التأم والكلام ده كله وطبعنا أن ما فيش أي مشكلة في الأماكن الخياطة والكلام ده كله يعني دي بعض الحاجات اللي هي دايما مع أي مشكلة في الضهر بناخد بالنا منها يعني حاجات العامة يبقى لازم ندي نفسنا وقت بعد الولادة من أربع لست أسابيع تقريبا ما بحضرك بتقول عشان ندي نفسنا أنه احنا خلاص رجعنا الوضعين الطبيعي وبعد كده نشوف فيه تأثيرات سلبية بزيادة أنا موجوعة بزيادة فأقدر طبعا أروح لدكتور لكن علامة الخطر الأساسية يكون فيه تقل أو عدم قدر تقل في الرجل يعني ويكنس أو أن الرجل تكون تقيلة أو فيه مشكلة ده من حاجات المهمة وحاجات الخطر اللي أنا كنت بنا منها أحيانا دكتور كتير من السيدات بتشتكي أنه في آخر فقرات ظهرها بيكون فيه ألم شديد ده ممكن يكون نتيجة إيه؟ طبعا العمود الفقر بالنسبة للسيدات مع الحوض ليه تركيب الحوض بالذات لشكل تاني لأنه بيكون معمول فيه حسابه أنه من قدام فيه المرونة والليونة الموجودة ومن وراء فيه مفصل اللي بين العمود الفقر والحوض اللي بيسميه الساكرويليك جوينت ده بيبقى أكتر مكان فيه الألم نتيجة التمدد ووسع الحوض أثناء الولادة أو أثناء الحمل بيبقى موجود فده بيبقى معظم شكوة السيدات اللي هو الألم الموضعي اللي موجود آخر أسفل الظهر وجنب العمود الفقري ده بيبقى السبب الأساسي بالإضافة طبعا زي ما قلنا العضلات الموجودة لما ارتخت العضلات بقى الضعيفة شوية فما بترجعش هي لوحدها تاني تقوى لازم احنا نبذي المجهود أنها تقوى تاني بعد الولادة أو بعد أي مشكلة يعني هل طريقة القعدة بتفرق فيه يعني واجع الفقرات الأخيرة في الظهر عند السيدات؟ طريقة القعدة بالنسبة لنا كلنا في سواء رجالة أو سيدات يفضل يكون على الكراسي العالية طبعا الكراسي المريحة اللطيفة اللي هي الصوفة الوضعية اللي هي بتبقى منقفضة شوية بتبقى إلى حد ما بيبقى فيها أحيانا ألم معها وخصوصا مع بعض الناس لو الوزن زيادة شوية أو فيه ألم من الأول يجي يقوم محتاج واحد أو اتنين يساعده إن هو يشده علشان يقدر يقوم أو يوقف فده يفضل يكون الكراسي إلى حد ما عالية أو زي كراسي المكتب أو في البيت كراسي الصفرة لو فيه ألم أسفل الظهر يفضل الكراسي الصفرة والظهر يكون 90 درجة طبعا إنه قاعدين بطريقة معينة 90 درجة طيب هروح مع حضرتك لنقطة تانية يعني دلوقتي ثقافة الولادة اختلفت بقينا ناخد بنج نصفي فده حقنا في الظهر تأثير الحقنة دي هل على مدار الأيام والأسابيع بعد الولادة ممكن يؤثر على ظهري بشكل كبير ولا ملوش علاقة الحقنة دلوقتي بقت روتونية جدا في كل مكان اللي هي الولادة بدون ألم علشان الأم ما تحسش أثناء الفترة ما قبل الولادة وأثناء الولادة الحقنة روتينية وما فيهش مشكلة دكاترة التقدير بتعملها ممتازة جدا في مصر وروتينية ما فيش فيها مشكلة لكن بعض الناس بديجي بتقول بعد الولادة حصل من حقنة البنج لا هي مش حقنة البنج الموجودة يعني هي الألم ده موجود من الأول وهو موجود لي سبب تاني لكن هو ظهرت بعد ما فائت من حقنة البنج لأن هي ابتدت الأمور ترجع لوضعها الطبيعي فحقنة البنج ده عبارة عن كام من الأدوية تحطت حوالين العصب وهي بتنتص الجسم تنتصها وخلاص ما بتعملش مشكلة في الغالب والأم بعد خمس لست ساعات من الولادة بتحس برجلها وبتقدر توقف تقريبا في أقل من 12 ساعة بتكون وقفة على رجلها وبتتحرق لكن هي غالبا بيكون فيه مشكلة موجودة من الأول من ما قبل الولادة ومن ما قبل الحمل اللي ممكن تكون موجودة ودي اللي أظهرت الموضوع لكن الحقنة نفسها يعني الكمبلكيشن بتاعتها تقريبا قليلة مش هنقول إنها معدومة لكن قليلة ما لهاش أي تأثير سلم ليها تأثيرات بس مش كتيرة يعني لا يعني تأثير قليلا جدا نسبة قليلة جدا 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 لو حصل مشكلة زي ما حدثت بتقول إحنا فعلا بنسمع سيدات كتير بتقول أنا ضهري وجعني ده من حقنة اللي أنا خدتها أثناء الولادة القيصرين ده بالصدفة فيه ناس كتيرة بعد ما عملت الرنين بتقولوا أنا في الرنين المغاطيسي نايم طلعت مش قادرة حرك ركلايا طبعا الرنين ما عملش أي حاجة يعني ده واحد نايم على طرق بيزاوع عمر رنين بس فيه ناس بتعتبر إنه هو ده السبب لكن ده مش السبب قالص ده بالصدفة البحث طيب حابيني أتكلم مع حضرتك كمان عن نقطة مهمة جدا وهي يعني أكيد طريقة تعاملنا في البيت بتكون مختلفة شوية دايما قلت إنه لو أنا شخص مسؤول وعندي أطفال تانية طول الوقت أنا مش بريح نفسي أو ما عنديش إمكانية إن أنا ريح نفسي هل فيه مثلا زي ما حالك قلت بتقول تمارين بس أنا مش قادرة أعمل التمارين دي أي مثلا كريمات موضعية حاجات ممكن استخدمها بشكل روتيني كده طبعا ما تأثرش على الجنين طبعا إنه نحن نستخدم أي حاجة فيها أدوية يفضل لا معظم الحاجات اللي بتستخدم أثناء الحمل بتبقى الزيوت النباتية اللي هي الخالية من مواد كيموية خطيرة أو مواد يعني دوائية كتيرة فزي ما قلت في الأول هو زيت المساج ده بيبقى من حاجات النيوترال أو زيت الأطفال زيوت الأطفال هي نفسها البيبي اويل ده في حد الزيته أصلا بيبقى يعني مريح للجلد وفي نفس الوقت بيبقى الزيوت طيارة ما بتبقاش جزء كبير منها بيبقى يعني عطرية مع جزء الريلاكس بس لكن يفضل المراهم الدوائية والحاجات دي تكون تحت إشراف طبيب طبعا لو الأمور زيادة زيادة عن اللزوم بس طيب هروح مع حضرتك ونسمع من حضرتك طبعا تفايت مصايح كده بعيدا الأول عن السيدات الحواب نتكلم بشكل عام عن البنات والسيدات اللي بيسمعونا دلوقتي وعندهم ألام في الظهر يعملوا إيه؟ يبدأوا بإيه الأول؟ يروحوا على طول لدكتور ولا يبدأوا بتمرين معينة؟ يعني حضرتك تنصحهم بإيه؟ طبعا إحنا فيه نسبة كبيرة من هنا من المشيين في الشارع عندهم ألام أسفر الظهر دي موجودة لكن مش كل حالة طبعا هي تلجأ للطبيب مباشرة علامات الخطر هي اللي قلنا عليها اللي هي الثلاث حاجات المهمين إن الألم مستمر في ازدياد ريحنا وكله كويس وما فيش فايدة والألم ما بيرتعش تاني حاجة لو فيه تقل في الرجل دي من النقطة المهمة أو سقوط في الأدم دي من الحاجات الخطيرة جدا الخطيرة اللي بتأدي إيه دكتور؟ ده نوع من أنواع التقل أو مش عارفيني مش عارزيني يقول شلل أو حاجة لكن هي عدم القدرة على الحركة بصورة يعني بصورة مظبوطة يعني وآخر مشكلة اللي هي لو فيه مشكلة في البول أو التحكم في البول أو البراس لكن بصفة عامة يعني الألم الموجود عندنا معظمنا ده محتاج طبعا جزء رياضي بس بنسمع من ناس كتيرة بيقولوا لا ده فيه ألم في الظهر وفيه التهبات لا الرياضة ممنوعة احنا ما قلناش إن هو هينزل الرياضة يعمل جيم أو يعمل الرياضة مثلا لخمس أو ست ساعات يكفي في وجود الألم خمس دقائق أو عشر دقائق تزيد كل يوم أو كل يومين أحسن من إنه يبقى ما فيش رياضة خالص وبعد كده يجي يرجع للرياضة هيبقى صعبة بالنسبة له هيكون الوزن زاد هيكون الألم زاد هيكون حاجات كتيرة حصلت بعد كده بالنسبة للألم الطبيعة تشغلهم يا دكتور طول الوقت قاعدين على جهاز وكرسي بالتسعة وعشر ساعات طول الوقت كده يعني يعني يعملوا إيه عشان يريحوا طبعا ظهرهم وما يكونش فيه تأثيرات سلبية على العمود الفقري بتاعه طبعا دلوقتي بنسبة كبيرة من الشغل دلوقتي مع الهوم أوفيس ومع الشغل اللي قدام كمبيوتر وقاعدة فترات طويلة زادت مشاكل الألم اللي في الفقرات العنقية كمان بالذات نديجة القاعدة قدام الكمبيوتر لفترات طويلة ونلاقي بيشتكوا دايما من صداع من ألم من حاجات زي كده يفضل أن يكون مظابط المونتور في اتجاه معين بالنسبة له يكون مريح بالنسبة له بحيث أن الرقابته تكون مفروضة ما يبقاش بصص لتحت أو حاجة وفي نفس الوقت الكرسي يكون تسعين درجة ما يبقاش الكرسي منخفض جدا وكل ساعة أو كل ساعة ونص يحاول يقوم ويتحرك أكيد في فرصة أنه هو يودي ملف هنا يودي ورق هنا في منطقة الماء بحيث أنه لازم كل فترة يقوم حتى في نطاق الشغل يقدر يقوم ويأخذ الحاجات في إيديه ويتحرك بيها شوية طيب أخيرا بما أن احنا مخصصين فقرتنا للسيدات الحوامل نصيحة حضرتك لكل سيدة حامل دلوقتي بتسمعنا إزاي تهتم بنفسها وبصحتها وما يكونش فيه أي تأثيرات سلبية على العمود الفقري بتارها طبعا هو أهم حاجة أن هي تكون تاخد بالها حتى من وزنها أثناء الحامل هو بيبقى فيه نظام ناس بتبقى تقدر تاخد بالها من الوزن وتطبع تحت إشراف الدكتور النسا اللي بيتابعها دي نقطة مهمة السيدات اللي عندهم أطفال يفضل تأسيم الوقت ويفضل أنها ما تشيلش الطفل الثاني لو الطفل الثاني طبعا صغير زعلان أو غيران دي قصة تاني طبعا تحاول أنها تقعد وتاخد على رجليها بقدر الإمكان تأسم الشغل أقصى ما يمكن ما يبقاش كله في نفس الوقت بحيث أنها تقدر تقاوم وتتابع لا تأسمه كل ساعة كل ساعة ونص تحاول تاخد راحة أو رست شوية بحيث تقدر تقاوم وبالليل زي ما قلت لما تيجي تنام تحاول ترفع رجلها على مخدتين أو حاجة لمدة نص ساعة أو ساعة بحيث يحصل فيه هدوء في الأربطة والعضلات دي من النقطة المهمة يعني على قد ما تقدر ما تجيش على نفسها وتجي على صحتها ده يأثر بالسلب عليها تقريبا يعني بعد الولادة كمان مش بس أنت فترة الحملة لأ أنت بعد الولادة يكون في تأثير كبير جدا زي ما حالك كمان بتقول لو معاك أطفال تانية ما تقدريش كل شوية تشيلي ولمجرد أنه بتسمعي طبعا الأقولي بتتقال أنه هو حاسس بيك وهو غيران وهو يعني أنت برضو صحية الغالية عليك فخدي بالك من نفسك أكيد أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور يعني معلومات أكتر من رائعة بشكرك جدا ونورتنا دكتور جوزيف وجي إسكندر استشاري جراحات رعمود الفقري بألمانيا نورتنا دكتور جوزيف شكرا لحضرتك شاهدين فقرتنا الأولى انتات هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا التانية خليكم معين